أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي موقفه من زيارة زعيم تيار الصدرية سيد مقتدى الصدر إلى السعودية وصفاً الزيارة بأنها إجراء طبيعي موضحاً لوفداً إيرانياً يزور بغداد أن العراق بلد ديمقراطي وكالة تسليم الإيرانية نقلت عن العبادي قولة إن موقف الحكومة الاتحادية من استفتاء إقليم كردستان واضح وبغداد تعتبر الاستفتاء أكثر من خطير ولا يقتصر الأمر على عدم قانونيته بل يتعداه إلى خلق مشاكل جديدة مؤكداً أن جميع الأطراف تحترم المكون الكردي وأي خطوة جديدة يجب أن تكون ضمن الدستور العراقي ومصالح المواطنين الكرد لا تكمن في الانفصال لا سيما بوجود الفيدرالية